بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله درس جديد في مادة أرياضيات لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي الضرب رقم 2 صفحة 74 في هذه الحصة إن شاء الله سنتعلم وضع عملية الضرب عموديا إذن لدينا الجزء الأول أكتشف كلفت جمعية خيرية مجموعة من التلاميذ بتوزيع مطويات على السائقين لتحسيسهم بأخطار حوادث المرور أعطت الجمعية ليسين 7 أولاب في كل واحدة 12 مطوية ما هو عدد السائقين الذين استفادوا من المطويات؟ إذن هنا لدينا وضعية إدماجية أو أقول لدينا مشكلة لدينا سؤال يجب علينا هنا الإجابة عن السؤال اختار حمزة أن يحسب أفوقيا بينما اختار أمين أن يحسب بوضع العملية عموديا أول خطوة هنا نحاولوا مع بعض نفهم ما جاء في الوضعية نفهم أيضا السؤال إذن لدينا هنا جمعية خيرية كلفت مجموعة من التلاميذ بتوزيع مطويات بتوزيع مطويات هكذا لتحسيسهم بأخطار حوادث المرور مجموعة من المعلومات لتحسيس السائقين بأخطار حوادث المرور أعطت الجمعية هنا ليسين كم من علبة أعطت له العلبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة أحسنتم في كل علبة كم لدينا من مطوية في العلبة الأولى لدينا اثنى عشر لدينا هكذا المطوية الأولى الثانية الثالثة وهكذا في العلبة الثانية أيضا في العلبة الثالثة الرابعة الخامسة ولدينا في العلبة السادسة وفي العلبة السابعة إذن هنا لدينا السؤال ما هو عدد السائقين الذين استفادوا من المطويات التي هنا وزعها من وزعها يسير لدينا هنا كم من علبة العلبة الأولى 1 2 3 4 5 6 7 في كل علبة كم لدينا من مطوية 12 12 12 نلاحظ هنا ما هو العدد الذي تكرر لدينا وهو 12 أحسنتم تكرر كم من مرة 12 تكرر كم من مرة 1 2 أو أقول ظهر كم من مرة 1 2 3 4 5 6 7 قلنا إذا وجدنا عدد تكرر يتكرر في كل مرة يعني هنا لدينا عملية ضرب 12 في 7 أو أقول 7 في 12 هنا يستطيع أن تلميذ أن يكتب 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 وهكذا لكن من الأفضل أن يقوم بكتابة العملية هكذا عاموديا إذا بعد من التلميذ هنا حمزة وأمين تعرفوا على العملية أنه للإجابة عن السؤال يجب أن أضع العملية هنا 12 في 7 وأقوم بالحساب لدينا حمزة اتبع طريقة خاصة به وأمين أيضا سنتعرف على طريقة حمزة الآن وطريقة أمين كأول خطوة هنا حمزة قام بتفكيك العدد 12 قال ماذا؟ قال أفكك العدد 12 12 ماذا يساوي أفكك إلى وحدات وعشرات؟ لدينا كم من 10؟ 10 واحدة الوحدات كم؟ لدينا 2 إذا قام أولا بتفكيك العدد 12 ثانيا ماذا فعل؟ لدينا 7 في 12 قال 7 في 12 هي نفس الشيء هي 7 في 10 قال هي 7 في 10 زائد 7 في 2 هنا قام بالتوزيع 7 في 2 لاحظوا معي 12 لدينا هكذا تساوي 10 زائد 2 7 في 12 أقول هي 7 في 10 زائد 7 في 2 ثم ماذا فعل؟ لدينا 7 في 12 قام بالحساب هنا لاحظوا سأقوم بكتابة باتباع الخطوات التي قام بها حمزة لدينا 7 في 10 هنا لدينا رقم الوحدات 0 رقم العشرات 7 في هذه الحالة كما تعلمنا في السنة الثانية ابتداء إذا وجدنا أي عدد مضروب في 10 أقوم بكتابة العدد كما هو 7 ثم ماذا أفعل؟ أضيف كم من سفر هنا لدينا في العدد 10 لدينا 0 و1 رقم الوحدة هكذا ثم وضع زائد 7 في 2 هي 7 زائد 7 ويساوي 14 ضبط من تلميذ سابقا حفظ جداول الضرب في 2 3 4 5 6 7 8 9 لدينا 70 زائد 14 ويساوي 84 إذا هذا فيما يخص طريقة من؟ طريقة حمسة لدينا طريقة حمسة الآن لدينا عدد السائقين كم وهو 4 وثمانون نشوف مع بعض طريقة أمين طريقة أمين هنا اختار أن يحسب بوضع العملية عمودية لدينا الطريقة الأولى التي قام بها ولدينا الطريقة الثانية إذن أمين هنا وضع الجدول الأول يتبع نفس طريقة حمسة لكنه قام بالحساب عموديا فقط قام بتفكيك العدد 12 قام بتفكيك العدد 12 يساوي 10 زائد زائد ماذا؟ زائد 2 وضع 7 قلنا 7 في 12 هي 7 في 2 زائد 7 في 10 مباشرة 7 في 2 كم يساوي 14 لدينا أيضا 7 في 10 وجدناه كم يساوي 70 ثم قام بالجمع 14 زائد 70 14 هنا 4 زائد 0 1 زائد 7 ويساوي 8 الطريقة الأولى التي اعتمد عليها أمين وهي نفس طريقة حمسة إنما هنا حمسة قام بالحساب أفقي وأمين عموديا فقط لدينا الطريقة هنا نشوفوا مع بعض الطريقة هنا فيما يخص جدول المراتب إذن قام بكتابة الأعداد هكذا في جدول المراتب لدينا وحدات عشرات وحدات ماذا فعل بعد ذلك؟ وقام هكذا بالحساب 7 في 2 كم يساوي 7 في 2 ويساوي 14 نكتب أربعة هنا نكتب فقط الرقم الأول أربعة واحد نحتفظ به هنا في الأعلى ثم لدينا ماذا؟ لدينا 7 في 1 7 في 1 ماذا يساوي؟ يساوي 7 أضيف لها 1 7 في 1 يساوي 7 أضيف لها 1 ويساوي 8 إذن هنا لدينا 12 في 7 يساوي 4 و 8 إذن هذا فيما يخص طريقة أمين وهذه الطريقة إن شاء الله رح يعتمدها تلميذ السنة الثالثة ابتدائي لدينا طريقة أمين هنا الطريقة هكذا هنا قمنا بالحساب مباشرة هنا قام بتفكيك العدد أيضا وضع العملية عموديا نعم عموديا وهنا لدينا حمزة قام بتفكيك العدد والحساب أفوقيا إذن تعرفنا الآن على طريقة حمزة أو طريقة أمين قال لنا لاحظ النتيجة التي حصل عليها كل من الطفلين أي طريقتين أفضل ما هي الطريقة الأفضل هل أقول هذه الطريقة هنا في الحقيقة لدينا كم من طريقة واحد اثنان ثلاثة هنا قمنا بتفكيك العدد اثنى عشر هنا الحساب أفقيا وهنا عموديا ولدينا هذه الطريقة إذن أي طريقة أفضل نتكلم عن هذه الطريقة أو هذه الطريقة الطريقة هنا التي أعجبتني وهي طريقة أمين وضع العملية والحساب عموديا وهي الطريقة الأسهل نعم الأسهل إذن لدينا الآن أحسب بوضع العملية عموديا 159 في 7 أولا نضع العملية لدينا 159 مطلوب مني في 7 أكتب 7 هنا ثم أضع رمز علامة الغرب في ثم هكذا يساوي إذن الآن نبدأ بالحساب قبل هذا التلميذ كما قلت لكم سابقا يجب على التلميذ حفظ جداول الضرب إذا التلميذ ما زال ما يتمكن من حفظ جداول الضرب أكيد الطريقة الأفضل والأكيدة اللي رح يتمكن منها التلميذ أنه بالتكرار بالتدريب بالممارسة دائما ورقة وقلم ويبدأ بالحساب يعرف مليح ويفهم أنه عملية الضرب هي عملية جمع متكرر عملية الضرب وهي عملية جمع متكرر يعني 7 في 2 هي 7 زائد 7 يبدأ بالحساب والتكرار هكذا أو الطريقة الثانية كما قلت لكم التدريب أو الطريقة الثانية انكثف للتلميذ عمليات الضرب هكذا عموديا وأضع أمام التلميذ جداول الضرب في 2 في 3 4 5 6 وهكذا بحيث 7 في 9 كم يساوي يبحث هنا عن النتيجة مباشرة هكذا 7 في 9 63 أعيد له عملية أخرى ثانية مثلا 167 في 9 العملية الثالثة الرابع هكذا مباشرة يشوف نتيجة ويقوم بكتابتها رح يحفظ أيضا جداول الضرب أكيد رح يأخذ أو حفظ جداول الضرب نعم يأخذ مدة طويلة نوعا ما لكن يجب على التلميذ الحفظ الصبر مع التلميذ لحفظ جداول الضرب لدينا الآن 159 في 7 أولا أضرب 7 في 9 ماذا يساوي 7 في 9 وهي 7 زي 7 زي 7 أو كرروا هكذا من مرات 9 مرات أحسنتم ويساوي 3 و60 لا أقوم بكتابة 63 هكذا لا نكتب فقط الرقم الأول 3 الرقم الثاني أحتفظ به في الأعلى أين أحتفظ به يا ترى لدينا 9 الرقم ليجي مباشرة بعد 9 أضع فوق الاحتفاظ قلنا 3 و60 جيد ثم بعد ذلك 7 في 5 7 في 5 وهي 7 زي 7 زي 7 زي 7 زي 7 7 زي 7 14 زي 7 كم 14 زي 7 21 زي 7 28 زي 7 35 35 35 35 أضيف لها 6 35 أضيف لها 6 ويساوي 41 و40 نكتب 1 هنا الرقم الرقم الأول فقط أكتب 1 هنا رقم الوحدات رقم العشرات نحتفظ به هنا لدينا 5 أحتفظ به فوق هذا الرقم 41 و40 ثم نكمل 7 في 1 كم يساوي 7 أضيف لها 4 7 زائد 4 ويساوي 11 إذن لدينا العملية الأولى لدينا الجزء الثاني أنجز أنجز العمليات التالية عموديا لدينا العملية الأولى الثانية الثالثة الرابعة 230 في ثلاثة أولا أضع العملية عموديا 230 في ثلاثة نكتب علامة في ونكتب يساوي هكذا الآن ماذا سنفعل ثلاثة في السفر أي عدد أضربه في السفر دائما سفر أي عدد أضربه في السفر يساوي السفر ثم لدينا ثلاثة في ثلاثة 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 يعني ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة ستة إذن طبعا بعدما يحفظ التلميذ ويفهم عملية هنا بيحتاجش أنه يضع الأسهم هنا لدينا العملية الموالية 103 في 2 لدينا 103 في ماذا؟ في 2 ماذا يساوي؟ نبدأ بالحساب الآن لدينا 2 في 3 2 في 3 يعني 2 زائد 2 زائد 2 ويساوي 6 2 في 0 ويساوي 0 أحسنتم 2 في 1 ويساوي 2 نشوفوا مع بعض هنا لدينا 57 في 4 57 في 4 ماذا لدينا؟ 57 عفوا نحضر ورقة أخرى لدينا 57 57 هكذا 57 في 4 أضع علامة في هكذا جيد الآن نبدأ بالحساب 4 في 7 4 في 7 أو أقول 7 في 4 يعني 7 زائد 7 يعني 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 ويساوي كم؟ 8 و 20 نكتب 8 هنا وأحتفظ بـ 2 في الأعلى ثم لدينا 4 في 5 كم يساوي 4 زائد 4 ثمانية زائد 4 زائد 4 زائد 4 ويساوي 20 قبل ما نكتب وأضع 20 أضيف لها الاحتفاظ هنا 20 زائد 2 ويساوي 22 إذن هذا فيما يخص درس اليوم تعلمنا وضع العملية عملية الضرب عموديا تعلمنا الحساب أيضا لدينا تعلمت لضرب عدد مكون من رقمين مثلا هنا 7 و 5 في عدد مكون من رقم 1 أربعة أضرب العدد الذي له رقم رقم 1 في رقم الوحدات العدد اللي عنده رقم 1 وهو 4 أضربه في رقم الوحدات العدد الثاني ثم أكتب النتيجة 8 نعم أكتب الاحتفاظ إن وجد على رقم العشرات أكتب الاحتفاظ إن وجد على رقم العشرات نكتب هنا 8 ونكتب الاحتفاظ جيد ثم أضرب هنا نضرب نكمل بطريقة أضرب 4 في 5 4 في 5 20 وأضيف له الاحتفاظ ويساوي 22 إذن هذا كان درس اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته